السلام عليكم مشتركات الكريمات ان شاء الله ستكونوا كامل بخير يوم بإذن الله راح ندلكم طريقة تحضير وتطبيق سكرت بيكا راح ندلكم هادة البودرة راح كين ليكيد ولكن هادة البودرة ارخص منه طريقته سهلة يعني سهلة مهلة انا احنا اولا نحتاجهم يكونوا شوية يلمعوا فراح ندهن طابي سيليكون هادة سكرت بيكا بالناكخي اولا ثانيا احنا احنا عندي القليل من بودرة تاع شبيكا راح نضيف لها ماء ساخن جدا يعني تصخنوه مليح مليح و تضيفوه هنا ااا يعني اذا حبيتو اذا حبيتو السكرتاكم ينشط ليه ليه ااا تديرو الكريماتاكم تقيلة واذا حبيتو يعني واذا ما عندكم مشكلة يطول يعني حتي يفوت عشر ساعات تديروها ميها يعني اذا درتوها تقيلة ديرو في باكم باللي ااا يعني تفضلكم البودرة ليه ليه انا فقط لاني منزروا بابيها ومحتاجتها تنشف ليه ليه فعلي بيها ااا درتها شوية تقيلة اذا مش هنديرو كيما استعملنا ااا مول الارابيسك نحطو القليل من هاد الكريمة في هاد الاشكال ونحاولو ندخلو السكر في الفراغات جيدا بالملعقة يعني ندخلو مليح مليح في هادو الفراغات كما راكم اطلعتو ما لازم نخليو حتى فراغ يكون يعني ما فيش سكر بهادي الشكل واذا حابين يعني تحكميكم اطول وقت ممكن نديروها مياها ولكن راح تطولكم بها تنشف بعد ما عمرتهم كامل وبعد ما تأكد جيدا باللي عمرت كامل هادوك الفراغات بهاد الكريمة الان جبت هادي سباتيول او جيبو كوبات نديروها في المسخون كل مرة ديروها في المسخون باش نحيو الزوائد هادوك الفراغات اللي بقعو كديروها في المسخون يعني راح تدوبوا هادي البقايا تعال السكر وبالتالي بتتنحلكم الهليح اذا من هادو الشكل شوفوا كيف شرعني ندير نختص في الماء السخون ونحي الزوائد نضفو الطابي تانا مليح مليح بحيط يبقعو غير الاشكال ها هو الطابي بعد ما نضفتو مليح مليح من الزوائد هادوك الفراغات والان راح نحط الملتعي في الهواء الطلق يعني في الثانية فق هواء الطلق او صحن كبير باش تنشف لاني الكريما كما قد امتقلتها فرح تاخد مني يعني ساعة ونص ماكسيموم وتنشف لي اما اذا درتوها مايها وكرر يعني راح تطول لكم بعد ما فاتت ساعة ونص نحيت وحدة بيهت اكت باللي نشفت شفو كيفاش رطبة يعني مايبستش راح نحي هادو قدمكم ليبقاو فقط يعني نصيحة مني نزوهم غير بالاقل وانتم ما تنزو فيهم شم يتقطعوا لكمش اذا راح ننزحهم معاكم بيتشوفوا الطريقة كيفاش يعني غير هكا بالاقل وحاولوا تنزو الاطراف قبل يعني تنزو الاطراف قبل ما توصلوا للوسط انتاز الزهرة او اي شكل اللي خدمتوه نحو هكا غير بالاقل بيتشوفوا لحدو طريقته كيفاش اذا هكذا غير بالاقل هيا نزد نحي لكم واحدة اخرى بسرعة شوفوا كيفاش نحو الاطراف يعني ركزوا على الاطراف نحوهم هما اللولين هاد طريقة اذا كما لاحظتوا السهلة مهلا من طريقة الحفظ انتها هنجيبو علبة تكون محكمة الاغلاق نديرو الاشكال هادو اللي درناهم نديروهم في هاديك العلبة ونغلقو عليهم جيدا بحيط ما لازمش يدخلهم لهوا ابدا يعني لهوا هو اللي يخليهم ييبزوا وعندكم تخدموا بهم يعني خمس ايام ماكسيمون بيتركبوهم على الحلوة ونباتك تركبوهم على الحلوة يعني ماهمش اذا يبزوا او لا هنا يجبت بابي فيلم ونغطي على العلبتين نزيد نغلقها باش نضمن بالليلة هو ما يدخلش لها ابدا ونخبيها عادي في خزانة المطبخ يعني ما يحتاج للطلاجة حتى وقت الاستعمال كما قلت لكم في مدة اقصاها خمسة ايام اذا اذا اجبكم الفيديو التالي ومستفدتم منه ما تنسوش الدير والليجام تشتركوا في قناتي باش يصلكم كل جديد ان شاء الله نلتقي في فيديو لاحق دمتم في رعاية الله وحفظه والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة